ちはهلا wear everyone today we'll cover some of the best music players for windows to listen to your favorite songs and create your list and catalogue of music so without further ado, let's get started. First we have dopamine audio player not a popular audio player but still a great software I've been using it for a while now and it's one of my favorite software. عندما تبغي على دوبامين أوديو تراك ترى إجابة الأصدقاء، جانب، آلبوم، قصائق، ونحتاج إلى تجنبك مختلفة لكسومة، وإذا ترسل تقلق على إجابة الصدق أو آلبوم، تراك ترى بيوجرات أصدقاء أصدقاء وآلبيات أصدقاء. يمكنك أيضاً تغير المعارض إلى المنزل الموجودة التي يكون مبادئة وفي بعض الموقعات أفضل لن تجد تجد تشعر المعارضة ومعارضة مع هذه المستخدمة مثل ما تفعل مع موسيك بي و ميديا مونكي لكنها تأكد من الأفضل المعارضة مستخدمة المعارضة و يجب عليك تحديثها أبداً نحن نحن نعرف أيضاً أبداً لدينا إيمب آدو بلاي يمكنك تستخدمها على ويندوز واندرويد و هناك سيطحة لإضافة مستخدمات لا تجد كثير من الأفضل مع هذه المستخدمة كم ميديا مونكي لكنها تجد مفتر جيدة مع مفتر جيدة عندما تجد 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 أمب آدو بلاي يوجد 3 طابات مصرات المعارضة ميكلاود ومعارضة وإذا تضع على المنزل يمكنك تضع فيلات المعارضة يمكنك تضع فيلات المعارضة ومعارضة ومع تضع أكثر يمكنك تضع على المشاهدات هنا يمكنك تستخدمات أمب آدو بلاي لإضافة المعارضة هذا مجرد 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 و يجب عليك تحاول ثم يوجد نوعية المعارضة نوعية المعارضة يجب عليها وفي هذه الأسفة ومعارضة أستمتع بإستخدام المعارضة مجرد من المعارضة ويضع ترقبك يمكنك تصبع من أي مفتر in the internet and it supports social integration in the left corner you have dashboard downloads lyrics plugins search settings equalizer and fece you can go to top tracks and you can find something interesting to listen to or you can go to Jenner and select the specific type of music that you like for مثلاً، سأخذ إندي. و هناك توجد قصة أرتيسات والآلبومات التي يمكنك تسمعها و تستريم بشكل من هذا القطع. والذي يجعلها جميلة جميلة لسبوتيفا لتسمع الموسيقى بسيطة مجدداً. و الأن الثاني على قصة ميديا مونكي، تعتمد من الكثير من الناس كما يمكنك تستخدمها في ويندوز واندرويد. و ستجد بعض الأشياء التي لا تجد في أي مكان آخر. ليس جميلة جميلة، هناك فريميوم مع أشياء أخرى، لكن فريميوم الثاني هو أكثر من قليلاً. في مستخدم الناس، يمكنك تستخدم مستخدمة مستخدمة و تساعدها إلى مكان مستخدم. هذا هو طريق مجدداً لتستخدم الموسيقى قبل أن تستخدمها على مستخدمك. عندما تجعل ميديا مونكي، في مرحلة الأسفل، لديك مجدداً، موسيقى، بودكاست، بليلسات، ديفيسات، فولدرات، ويب، ومجد، و إذا تذهب إلى مستخدم، ثم يمكنك تستخدم الناس وقبل الغابطة ميديا مونكي، و اذا تردت إلى مستخدم، يوجد قرارة أمامات مستخدمين التي يمكنك تستخدم إلى مدية مونكي، هذه مستخدمة تحسن شخص عبادة لنعرفين لذلك يظهر على مجدداً بمستخدمة موسيقى مع بعض مستخدمات مستخدمات لتنميزع سعادة دستخدمات موسيقية. بالنسبة لدينا موسيق B، موسيقى 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 وموسيقى موسيقى مع بعض الأشياء قوية ومساعدة أخرى التي لا تجد في أي موسيقى موسيقى في موسيقى لديك موسيقى 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 لإستخدام الإنترفاس إلى شيء ما تريد ومساعدة مستخدمات مستخدمة أكثر لكي يمكنك إستخدام هذه الط be characters without installing it on your computer which is always great when you open music.Υ.by you can browse your list by music now playing playlists music explorer and podcasts and in the menu you can select a mini or compact player you can also change the skin and then edit preferences you can even customize this piece of software even more this is a powerful music player with so many amazing tools and plugins that you can add and definitely one of the best out there so definitely try it if you were looking for a great music player if you don't care about features and you only need a software for basic music playback you can use growth music the default app in windows not as good as any of the software's we mentioned today but for casual use it's not that bad vlc is also a decent choice and there are some other great music players like four bar 2000 or the ravana when i'm five a classic audio player spotify there are ads and limited audio quality but it's still a popular option if you use any other software's mention them in the description below and if you found this video helpful don't forget to like and subscribe until next time bye